صباح الخير مجددا مشاهدينا لنحكي اكتر عن حملة المشاركة السنوية لكاريتاس لبنان بصرنا كتير نستضيف المسؤول عن قسم التواصل والاعلام مازن مصور صباح الخير سبحانه نور سيد استاذ مازن من شعار الخمسين الى شعار الحملة خمسين ومكملين وهلأ ومكملين بدعمكن كيف بتكمل كاريتاس رسالتها وليش هيدا الشعار بالذات هاي السنة اليوبيلية لكاريتاس كاريتاس تأسست بالتنين وسبعين من خمسين سنة وشعار السنة اليوبيلية هي خمسين ومكملين فبما انه حملة المشاركة هالسنة هي ضمن السنة اليوبيلية حبينا انه الشعار يكون تقريبا منبثق مننا اذا بدنا فحبينا نقول ومكملين بدعمكن كلمتهم مكملين بدعمكن الى معنايين هي ومش معنى واحد المعنى الاول انه رابطة كاريتاس بتلتزم وبتضلة بتوعد الناس الوقفة حدها انه رح تكمل وقفة حدها فمكملين ندعم الاشخاص اللي معتمدين على الرابطة بحياتهم اليومية تيقدروا يكملوا وقفين على اجريون بالاشية البسيطة وبالاشية الكبيرة بس بالمقابل الرابطة هي ما فيها تكمل من دون دعم الجهات المنحة الجهات اللي هي فيها تكون عالمية فيها تكون محلية والاختراب اللبناني اللي برات لبنان اللي هو اعداده كتير كبير تقريبا اربع اضعاف سكان لبنان الجالة اللبنانية بره فيها فوق ال 11 مليون فهالاشخاص هنا مدعوين نحنا عم ندعوهم عم نطلب منهم انه يكونوا يشاركوا معنا ويكونوا عم بيدعموا الرابطة لحتى الرابطة دلنا قادرة تدعم الاشخاص يلي هي هن بحاجة لاله لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا قبل ما نتابع حديثنا معك مازن اليوم ما يمكن مازن ضيفنا بالستوديو ويمكن الاشخاص بفكروا انه بهيدا نهار بيتذكروا كاريتاس ولكن خليني خبركم عن رابطة كاريتاس والشي كنا عم نحكي انا وياك تحت الهوى استاذ مازن قديش شغلهم ما بيوقف على مدار السنة احنا مش بس من ساعة كاريتاس لما يكونوا المتطوعين على الطرقات عم بلموا التبرعات اكيد مشكورين كل الاشخاص اللي بيدعموا على صعيد فردة هيدا الرابطة ولكن كل المؤسسات كل الجمعيات كل الاشخاص اللي بلبنان وبرات لبنان اللبنانية والغير لبنانية لازم يعرفوا انه رابطة كاريتاس متواجدة بكل نقطة بلبنان بتوقف حد كل شخص بحاجة لأي نوع من المساعدة وهيدا المساعدة مش بس هلا بفترة السوم مش بس بفترة الميلاد مش بس على عيد الكبير مش بس على ابواب السنة الدراسية كل يوم كاريتاس بتساعد عدد هائل من العائلات المحتاجة بكل ما بيحتاجوا من اصغر تفصيل يلي حكيتو حضرتك كمان لأكبر تفصيل كاريتاس هي السند اللي بحاجة لأنجلكن ولسندكن ولدعمكن انتوا حتى تقدر تكفي أكيد بدنا ننتقل لنحكي هلأ ورح نشوف كمان مقتطف عن شعار الحملة يلي جسدته بلوحة جرافيتي وخبرنا قبل ما نشوف الميكينج أوف كيف خلقت الفكرة بالأول حابب بعقب على كلمك كاريتاس موجودة ب36 اقليم على الاراضي اللبنانية كلها واليوم صراحة صارت الرابطة هي اللي بتقصدية أول شي شو معستي وهذا الشي تطور كتير مهم بتاريخ وبعطاء رابطة كاريتاس البنية يعني صراحة اليوم إذا عزنا أي شي من دواء من مساعدة اجتماعية من غذاء من حمد رسية من منح مدرسية لحتى إذا هذي كنهار كنت طالع من المكتب شوي مأخر صراحة قصة حلوة خبرها مرة كنت طالع شوي مأخر أنا بالكواليس عرفت أنه كل يوم كلكم تتأخروا صراحة كلنا عم نعطي من قلبنا لأنه أول شي الإيادة كتير حكيمة صراحة أنا بحي أبونا ميشيل عبود صراحة عم بيتفشنا كلنا أنه نعطي الأفضل من ذاتنا وفي الأشخاص اللي عم نشوف أنه عم نقدر نقاف حدون هذول الأشخاص بيحفزوك أنك تعطي بلا ما تعديه بلا ما تفكري عم بتحسي بتروحي على البيت أو قايت وعم بتفكري أنه شو كان فيه أعمل تساعد يمكن شخص بزيادة بس مرة كنت ظاهر شي تمانية ونص من المكتب ووقف فان قدام مدخل تمانية ونص بالليل جمالا ما في موصفين والسانتر ميديكال ما في عالم ووقف فان وضهر أم من الفان حاملة بنت صغيرة عمرها شي ثلاث سنين جرحة راسة قال مش أنتو كاريتاس لتلان بلا قايت لي جرحة بنتي راسة أنتو عندكن مستوصفة في تبقى قلت لأ أول شي هلأ سكروا الناس وبدك تجاربين ما في حدا يعني من الملطاقم الطبي هون أقرب مستشفى أو أقرب صليب أحمر اليوم الفكرة أنه هن ما فكروا يروحوا على مستشفى ما فكروا يقصدوا الصليب الأحمر أول شي عملوا حالهم أجوا على مركزية كاريتاس بكل شي هيدا شي كتير مهم وهيدا السئة كبيرة وهي مسؤولية كبيرة عنا هذا اللي بدي أقوله بدي أحيي شبيبة كاريتاس لفوق 1700 متطوع عم بيعطوا وقتهم وأحيي الأشخاص اللي بيشتغلوا كاريتاس نحنا الرابطة فيها فوق 800 موظف هيدولي أشخاص كمانا الرابطة عم تساعدهم تقدروا يقدموا يعيشوا عيالهم ويقدروا يعيشوا بطريقة كريمة كل هالشي عم تعملوا الرابطة بروحانية وبمهنية كتير عالية وكتير متميزة نحنا ما عنا شك بهيدا الشي والحلو الأقسام بهيدا الرابطة قديش بالفعل حكيت حذرتك عن الرحانية ولكن الحرفية والمهنية اللي موجودة عندكن اللي رح نشوفها بهيدا المقتطف يلي من أصغر تفصيل هيك تخلقوا إشاة حلوة كمان لأنه اليوم عصر السوشيال ميديا وبتكن تجذبوا كل الأشخاص اللي معقولتكم عم توقف حتكن كمان بطريقة ذكية وجذابة بنفس الوقت خبرنا أكتر عن هيدا اللوحة اللي رح نشوفها والميديا نحنا بنعمل براينستورمينج جميلا سوا كأكيب والكمميليكيشن دي بارتمنت كان عنا حدا من الشبيبة كمان معنا عم جارب نلاقي فرق نحنا بالحملات السابقة كان فيه مطربين كان فيه ممثلين معروفين شاركوا تحته لي دعموا بحملاتنا هالمرة قالنا أوكي بنا نعمل شي تاني بنا نجرب نتواجه كمان لها الشبيبة الا هي عم تشتغل وهي منتجة جدا بالبلد وبرات البلد فأنه نتواجه البقر خلينا نعمل شي نجاستوا برسمه وأول شي فكرنا فيه كنا عم نحكي انه نتواجهAmerica الفكرة اجت去 Lakhel فكرة هيبحث زيتها فكرة ريوليسونير بغض النظر عن مبدأ الغرفيتي اللي رح جاربحكي عنه ناكزه هلأ إذا سمحتيلي فاتصلنا بعدة أشخاص هايدي اللوحة فتصلنا بعدة أشخاص جربنا أنه يكونوا عم بيشتغلوا معنا يلي درنا ومشكورين لأنه أشخاص كتير معروفين وكتير شاطرين شاربل كيروز وعلي عبود شاربل وعلي رسم كل واحد منهم على لوحة لحاله مفهومه تزيده لكلمة مكملين ومكملين بدعمكن شاربل راح صوب الفينيكس طائر الفينيك يلي هو كلما يموت كلما يصير رماد السماء بتسحبه لفوق وبترجع بترده كامل فبنسبة لقلو هيدا المنحة الروحانية اللي كان عم بيجرب وعلي إشع بيروت بس بيروت المعمرة بيروت العيشة بيروت المستقبل نحن بهيد الحملة ما حبينا اطلاقا أنه نقول أنه نحن في كتير تعب أنه في كتير معاينات في كتير مأساة بالبلد تعو سعب عكستو الأمل اللي لازم ما نفقته مش هيدا المبدأ الرجاء يعني نحن رسالة الرابطة هي إظهار محبة الله عبر مساعدة الآخرين محبة الله هي الرجاء هي المحبة هي الأمل ما بق فينا نحن ما كنا بدنا من الأساس نفرجي مأساة كما نفرجي أمل لوين نحن رايحين حتى لو النفق أوكي مظلم بس هالنقطة بالآخر هي اللي عم نوجه له وهيدا المطلوب أنه كل الأشخاص يساعدونا ويساعدوا الرابطة تنقدر نحن نحمل الناس اللي ما أنهم قادرين يقشعوا هالنقطة البيضة بآخر النفق نساعدهم أنهم بلا موجود ندلهم عليها ونطلع منا ما بنعرف زي بتاخد وقت كتير أو وقت قليل بس بنعرف أنه بمساعدة الناس نحن بيدعم العالم برات لبنان والجهات المانحة قادرين نتموش كل واحد بييدهم نقل له أنهم بلا فيه نور بآخر النفق نحن مشين معكم خلينا نشوف الماكينغ مع بعض ترجمة نانسي قنقر يعني ما بعرف بعتقد لوحة معبرة جدا مثل ما قالت جامعة صورتين لشابين لبنانيين من مناطق مختلفة بتعكس كل شيء نحن عم نعيشه والأمل والرجل اللي حكيت عنه اللي ما رح نفقده وبختام اللقاء مازن بدي أطلب منك تحكينا أكتر عن القصص اللي بيه هيدا السنة المميزة لرابطة كاريتاس عم نشوف كل أسبوع قصة والقصة هالأسبوع عن يمكن النقطة اللي بدي أختم فيها اليوم أنا حكي معكن كارابطة ومعك شخصيا وتحديدا قديش إحساس العطاء ما بيتتمن والشخص لو عطى ابتسامة لشخص بحاجة لحده يبتسمله بحس حاله عمل إنجاز فكيف إذا وقفنا حد عيال عن جد فقدت كل شي وما عندها غير كاريتاس تكون وقفة حدا بالفعل إحساس ما بيتتمن وإحساس هيدا العطاء لشبيب كاريتاس رح نشوفه بهيدا المقتطف جميلا هي العطاء هو طريقة عيش بيبطل مهنة بيبطل حدا حيث يسخله عنده مسؤول إنه يعطي العطاء بتصير رسالة وبتجذب إلا يعني أنا بس الشخص يكون عم بيعطي بيبقى مبسوط أكتر من ما هو يكون عم بيأخل وهي دي أمثال معروفة بالعالم بس إنه الناس بتفكرها نظريات غير ما واحد يختبر فعل العطاء بالفعل بيعرف قد يكون هو مبسوط برياحة الآخر قد يبقى مرتاح بس شوف الآخر إنه عنده عطيه شوية أمل هيدا الفرح لا يتمن ما في شيء الإنسان بيقدر يصر عليه اللي هو أهم وأتمن من مساعدة الآخر هيدا شيء ما في أهم منه بالنسبة لنا أنا حبيب بس ألفت النظر إنه لوحة الجرافيتي رح تنعرض للبيع بمزاد علنة يعود ريعه لأعمال ربطة كاريتاس إنسانية خصوصا الاستشفائية لأن في كتير طلب على الاستشفاء الناس هم تموت عباية من الاستشفاء فالمطلوب من أي شخص مقدر من أي صاحب مهنة كبيرة يقاف حد الرابطة بس رحنا رح نعلون عبر الكاريتاس.org.lb جرافيتي من فوق نعمل كليك على جرافيتي منصير بقلب الصفحة فيه المعلومات وين الأوكشن رح تصير ومتين رح يبلش البدء وبتمنى أنه كل أشخاص يلي عم بيشوفونا يساعدونا بالشيرين ديس نيوز يعني سوشل ميديا شغلة سريعة بتصير بس شير دي نيوز في غرافيتي ورح يصير أوكشن وساعدونا تنرجع للقصص إذا بدكيني أحكي شوي كيف القصص شو هني عن شو يعبروا هيدا القصص مضبوط فإذا العطاء هو أساس كل شي هني خمسين قصصة لقل خمسين سنة تبع كريتاس واليوم رح نشوف رقم سبعة وثلاثين رح نشوف سبعة وثلاثين ماذا نمصور شكرا كتير لحضورك معنا رح نختم مع القصة ولكن قبل ما نختم بدك تشكر حضورك المحبب حضرتك مش ضيف أنت من أهل البيت أنت وكل فريق العمال يلي عن جد عزيزين كتير على قلبنا مش بس بشغلكم حلو بحضوركم الحلو يلي بيعكس الأشياء اللي بتعاملوها يلي بحسسنا أنه عن جد نحن عم نعرف وين عطاءاتنا وتبرعاتنا عم بتروح الاسم يلي أسستوه من خمسين سنة لليوم وعم بيكبر بستة وثلاثين أقليم ولكن بأشخاص متطوعين ندروا حياتهم لهيد الرابطة عم بيكونوا مش عم بيشتغلوا عم بيكونوا عايشين مع كريتاس وعايشين كريتاس وهيد الرابطة بيومياتهم مش بس ورا مكتبهم بأشغالهم أهلا وسهلا فيك من حملك سلامي كتير كبير لكل فرد من رابطة كريتاس ولكل الأشخاص اللي عم بتابعونا مرأة على شاشة عناوين كتير بتقدروا فيها متل ما قلته يعني متل ما قالنا استاذ مازن إذا أنتوا مش قادرين تكونوا عم بتفوتوا بهيدا المزيد لهيدا اللوحة اللي بتاخد العقل وإلى معاني كتير وإلى أبعاد كتير وإلى أبعاد كتير وإلى أبعاد كتير يعني أنتوا مش بس عم بتحصلوا على هيدا اللوحة لحتى اللي تكونوا عم بتزينوا بيتكن أو مكتبكن أنتوا كمان عم بتساعدوا عيال كتير لتكون عم بتفوت على المستشفى راسة مرفوع مش خايفة تمرد مش خايفة يصير مع أي شي طارق كبسوا هيدا الكبسة فوتوا على صفحات كريتاس على مواقع التواصل للاجتماعي إذا أنتوا مش قدرين تكونوا بالمزاد أكيد غيركم يمكن رح يشوف هيدا الرابط ويقدر هو يكون ما بتعرفوا كيف بتوصل الخبرية وآخر شغلة بدأ لكم إياها قبل ما نكون مع المقتطف أنه مش اليوم لأنه نحنا باللقاء مع كريتاس كريتاس بحاجة لألنا وبحاجة لوقفه منا معه وبحاجة للسند اللي نحنا منقدم له كل يوم وكل تكة كريتاس 24 على 24 ما بتوقف تكون عم تجمع التبرعات لحتى تروح للأشخاص اللي لازم تروح لألها هيدا التبرعات فاصل مع المقتطف والقصة 37 من الخمسين قصة لليوبيل للخمسين لرابطة كريتاس ومن تابع لقاءتنا معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كريتاس ثانية يكتر ومع لي tree وفي المخمسة القرارات في ني訂 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انطر لمسون نانسي قنقر انطر بش هاي نتكون كاريتوس